من تابع نحن وياكم أحبائنا بينضموا لقلنا السيد نايا فضل نصر من لجنة اليوبيل الخمسين للحركة الاسولية المريمية أهلا وسهلا فيك نايا بلشنا بالسيدات قبل إليك ميد رئيس المجلس العام كمان بدي رحب بحضورك أهلا وسهلا فيكم اتنينكم وكان قبل سبقكم المرشد العام قدس الأب مريك بوتانوس تنتمي نحن وياكم نحكي عن أهمية هالحركة وجودة اليوم بمجتمعنا أكيدنا نحكي عن التأسيس معكم نحكي عن اليوبيل معك نايا خلينا نبلش شوي بتأسيس هذه الحركة الرسولية المريمية اللي رح يصير عمرها بلبنان خمسين سنة مثل ما كان عم بيقول أبونا مالك قبل شوي أنه تأسست بالسنة الثلاثة وسبعين كنا بالجيش المريمية وبعد هنا نبسقنا وأسسنا الحركة الرسولية المريمية فكان الهمنا أنه نكون فيه تجدد هذا التجدد امتبعنا هلأ كمان لح تحكي نايا عن اليوبيل وعن التجدد فهمنا دور العلمانة كيف بد يكون عم يشتغل بالكنيسة كيف بد يكون عم بيقدر يقوم بكل دوره بيقدر يكون عم يتكل على ربنا ويشتغل ما يكون بس موقفة الخبرية على الكهنة فاكمال هيك تأسسنا بسنة الثلاثة وسبعين نعم أبونا مالك شدد على دور العلمانيين والعلمانيات وهيدا شي اليوم بيفرحنا من قلب الكنيسة ومثل ما البابا فرانسيس وكل البابا ويتركزوا على أهمية وجودنا كعلمانيين محترفين وهيدا شغلة مهمة وأساسية اليوم هالتلمزة والتنشئة بالحركة بتلعب دوره بحياتنا نحنا كمؤمنين وقال لك كيف نتجدد؟ مضبوط أصلا هي الدعوة بتبلش من جورن المعمودية لكل واحد مننا اللي يكون عم يحمل ويكون رسول بحياته فنحنا اللي عم نعمله إنه عم أكتر نعطيها صفة هيك رسمية إنه نكون عم نتكرس كأشخاص علمانيين بقلب حياتنا اليومية من قلب عيالنا وشغلنا تنكون عم رسول وشهود للرب بحياتنا نعم بيرجع لعندك أبرز الأحزاف للحركة نحنا الحركة عندها هدف واحد هو الاشتراك برسالة الكنيسة بس هيدا الهدف بتحققه على ثلاث مراحل تقديس الزيت أول شيء كل واحد بدي يكون عم بيقدس حاله أكيد بيارتباطه بربنا تكونوا كاملين كما أباكم السماوي كامل ونهو وتاني شيء الشهادة الشهادة شهادة العبادة وشهادة العمل بالمجتمع وشهادة الحياة وتالت شيء طويل شوي التجديد المسيحي للنظام الزمني نظامنا الزمني بحاجة لتجديد مسيحي يعني بدي يكون عم يتجدد بطريقة مسيحية بطريقة مميزة مسيحيا كل واحد يعني بيشغله بيجمعته بيجمعته بيبيته بيبيته بعيلته بدي يكون عم يجدد هيدا النظام يعطيه هالبعد المسيحي يقدر يروحنه قدي سهل عليكم تعيشوا هذا التجدد مع النظام الزمني والزمن بتطلب مستمر بثورات بحروب بثورة تكنولوجية ثورة رقمية كل هذه الأمور أداش ملاحقنا علي أنتو كحركة لكن نحن عم نجرب قد ما فينا نحن كمان عم نكون عم نواكب التكنولوجيا وقت اللي صار فيه المشكلة أو الوباء ضغر طلعنا بطريقة على زوم نعمل اجتماعاتنا نعمل كل شي فيه تطور نحن نواكب تحت نقدر نكون عم نواكب هيدا العصر نقدر نكون عم نشتغل هالرسالة اللي عنا إياها بس صعبة صعبة لأنه كل واحد عنده عائلته كل واحد عنده أهله كل واحد عنده شغله اختصاصه حتى كمان ماديا كتير صعبة بس لأنه نحن منطلقين ومنتكلين على الروح وهو اللي عم بيكون عم بيكودنا واللي يكون هو عم بيكشف لنا شو بدنا نكون عم نعمل بتصير الاشياء أسهل بقوة الروح كل شي بيزوط نعم قدي هيدا الشغلة بالنسبة لك نايا اليوم خبرتكن انطلاعا منعيشكن انتو الحياة بالحركة الرسولية المريمية قديك بالنسبة لك شغلة سهلة تويك بهذا الزمن بالتجدد الدائم ومن خلال حياتك بالحركة وتنشأتك وتدريبك ودوريك هو الأساس ببلش من جذور وين متجازرين لما تكون انت مأسسة على كلمة الله بعدين كل الأمور اللي رح تواشيك رح بتكون ما تقدر عليك لأنه هالجزور القوية رح تخلط تعطيك أنه تنمي بقوة وبالثبات فكل الأحداث اللي بتصير بحياتنا من وراء التزامنا بالحركة ومن وراء تجزورنا فيها عم بتساعدنا بأمور حياتية يعني أنا بحكي على صعيد شخصي اليوم يمكن أنا بكل الخبرات اللي قطعت فيها بحياتي إلى الفضل الحركة باللي زرعته فينا يلي هي كلمة الرب مش عم بتزرع شي غريب أنه نكون قوية قدام كل القصص اللي عم بتصير ونكون بذات الوقت عنا طوعية يعني قادرين مثل الماي يلي بتنزل وبتصير تعبر بين الصخور بطريقة بس بتوصل على الهدف اللي بدأت توصل عليه بس ما في شي بيمنعه ما في حواجز بتوقف قدامه نحن ذات الشي رغم التحديات رغم الصعوبات يلي عم نقطع فيها ويلي أصلا مش جديدة على العالم كل عمره العالم من أول ما خلق من أول ما تكون هو فيه تحديات وصعوبات بس بكل زمن منقول أنه هالزمن أصعب من قبل ومنقول رزق الله علي قبل كان هالقدة أهيا من اليوم قدي هالمقولة صحيحة أو نحن لأنه مننسى اللي مرأ قبل أو منصير بغير مرحلة من حياتنا ومن عمرنا أصعب من الثانية بس كل واحد أكيد بده يحكي عن اختبار بالمرحلة اللي هو فيها بس أكيد كل حدا من أهلنا من أجدادنا كل حدا بيحكينا وبينقلنا خبرات يعني كتير صعبة بس كان الأهم أنه الإيمان السابت هو اللي خليهم يتخطوا واليوم هن عطينا هذا القرث لألنا وعلينا مسؤولية نحن نعطيه لكل اللي حوالينا ولولادنا وقلنا كيف رح يواجهوا الحياة نعم اليوم نحكي عن هالفرق اللي موجودة بكل هالرعاية أكتر من ستين رعاية موجودين فرق للحركة الرسولية المريمية ومثل ما ذكر أبونا مالك أنه كل فرقة عندها مرشدة أو عندها رهبة مرفقتها أو عندها شماس أو شضياء بقلب الكنيسة مرفقة قدي اليوم هالمنطق هو منطقكم كلكم يعني أنتوا كلكم بنفس المنطق بتحقوا وبتواجهوا وتكملوا طريقة عايشكم وبتكونوا الشهود هلا نحنا كل فرقة أكيد تتميز عن التاني بحسب يمكن عددها نضوجها عمارة الرعية اللي هي بتنتمي لقلق إذا كانت بقلب مدينة ولا بقلب ضائعة كله بيختلف بس في شيء موحد اللي هو التنشئ اللي أخدوه مثل ما كانت عم تقول نايا بالكتاب المؤدس نحنا أساس اجتماعاتنا هو الكتاب المؤدس مشاركة بالكتاب المؤدس وأكيد شارك الحياة مثل ما قال أبونا مالك بالإضافة إلى بعدين النشاطات والأعمال الرسولية اللي بدنا نقوم فيها بس في شيء موحد اللي هو تنشئ تنشئ علي كل شخص بوس اللي فات أخد التلمزة كمان قال عنا أبونا مالك هذه التلمزة هالمواضيع وهالمواضيع اللي بياخدها كتير بتفيده أنه يكون ماشي بيثبات مع كل الجماعة بس كمان في شيء تاني اللي هي أنه هو كيف عم يتفاعل بالنشاطات والأعمال الرسولية اللي يكون عم بيقوم فيها نحن في عنا نشاطات بالرعية في نشاطات بالمجلس المحلي يعني عصاعد المنطقة أو الأبرشية وفي عنا نشاطات عامة عصاعد كل لبنان أديش هيدا العضو بيكون عم بيشارك بيهوض النشاطات وبيكون عم بيترك حاله يتفاعل أكتر ويقدر يعني يختبر وياخد اختبارات جديدة أديش بيقدر يكون عم يتقدم ويقدر يكون عم بيتوحد مع الجماعة بيقدر يفوض بالأجهر نحن عن النشاطات وكيفية التنسيق ما بينكن كفرق يعني أنت اليوم رئيس المجلس العام وبقية المجالس هي مجالس محلية وكل حدا مسؤول عن فرقته كيف بتقسموا هالنشاطات وكيف بيكون التنسيق ما بين بعضكم البعض بتاخدوا نفس الموضوع كلكم سوا أو كل حدا بيكون عنده فتح حسابه كتير مهم السؤال في نحنا تقريبا كل أيلول في عنا خلوة للمجلس العام بنعمل خلوة بيكون فيها للمجلس العام هيئة المكتب أكيد مع المرشد العام مع المطران المشرف بنوجه له تحية سيادة المطران فبيكونوا معنا وبيكونوا كمان رؤس المجلس الأقليمية والمجلس الأقليمية وحتى كمان المجالس المحلية اللي هي بالأبرشية ونكون عم نخطط منحط توجه وتوجهات عامة للكل يعني نحنا هادي السنة بدي يكون في عنا تام عام اللي هو مسلا سنت الماضي كان عن السلام هلا في عنا لأنه سنت اليوبيل فيجدد ربك النسري شبابك هيدا بيكون تام عام لكل الفرق بلبنان من خلال المجالس توصل للفرق ولا كل العضو يقدر يكون عم بعيشها وبعدين من بعد هيدا التوجهات والتوجهات منحدد كل مجلس شو بده يشتغل يعني بدي يكون عم بيقوم برسالة عم بيقوم بيقوم بزيارات عم بيقوم باشياء معينة محددة وكمان للفرق منحط الرزنامة طبعنا يعني اللقاءات العامة اللي هي مثلا تجديد الوعد يعني فيه لقاءات أساسية تجديد الوعد مخيم الرسولي مخيم الشبيبة بس نحط الرزنامة ساعتها بنبعط للمجالس كل مجلس بحط رزنامته بس ضمن هالتوجهات وبتوصل للفرق كرمال هيك ما حدا بيفتحها حسابه بس أكيد فيه خصوصية لكل رعية لكل فرق ضروري يكون عم يشتغل عليها بس انت لقى من هذا التام العام اللي هو أكيد مرتبط ارتباط وسيء بالأباكت مجلس البطارك والأساقف الكاتوليك بلبنان يعني مرتبطين مباشرة معهم نعم هيدا اليوم الشغلة بتريحكن كحركة هالقدة عندكن مرجعية أساسية وثابتة أكيد بتخليكن مكملين ومستمرين يعني اليوم اليوبيل خمسين صحيح ومكملين بنفس الاندفاع والنشاط وعندكن احتفالات يوبيلية هيدا السنة مسبوط بتحطينا بأجواء نعرف أكتر وبدي أرجع أحكي عن الوعد وهمية هذا التكرس وكيف بتصير بأي طريقة الاحتفالية يعني مثل ما قلت زهور نحن هيدا السنة سنة مميزة للحركة الرسولية المريمية لأنه بتصير إلى تقريبا يعني بالالفان وثلاثة وعشرين بتصير إلى خمسين سنة رسميا منطلقة بلبنان رح يكون في عنا الانطلاء الحدث هي نهار الأحد هيدا المحطة أصلا محطة سنوية لقلنا يلي هلا بعد شوية رح يحكي إليه عننا تجديد الوعد من سمية كل سنة بأحد الثالوس بيكون في عنا لهاللقاء العام يلي بدون كل أبناء الحركة حتى يلي بيبقوا مسافرين أو قد بيطلعوا أونلاين معنا أو منفتح تليفون أو نبعت لهم لتجديد الوعد بيكونوا عم بيعملوا تجديد وعدهم من خلال من خلال وسائل التواصل فرح نكون الله رد نهار الأحد 12 شهر فوق بيبكركة مع غبطة أبينا البطريارك مارب شارة بطر السراعي يلي هو كمان هيك غالي كتير على قلبه الحركة هو عنده هالروح الحركة كشية لأنه كان من المرشدين طبعا الحركة فرح نكون فوق بنهار كامل يعني رح يبلج بإداس مع غبطة أبينا البطريارك على ساعة عشرة ومن بعده أكيد فيه كلمة المجلس العام المرشد تابعا أمور تانية رح نكون نهاركم طويل ونحن مواكبينكم يعني كإزاع وتليفزيون رح ننقل هالاحتفال بكل تفاصيله لكن للناس اليوم إذا ما قدروا يشاركوكم رح نكون على نصبت في كتير أعداء بالحركة الرسولية صاروا ببلاد الانتشار اليوم بحبوا يكونوا معكم وعم بيجددوا هالوعد اللي أطعوه وكل كأنه كرس حاله ليكون بهذه الحركة فينا هيك نضوي على أهمية الوعد والاحتفال فيه نحن من بعد ما يكون مرأ العضو بفترة التلمزة من بعد ما يكون التلمز إن كان بفرقته أو من خلال المجلس المحلي وأخذ كل هالمواضيع وعيش الاختبارات لأنه مش بس المهم نحن بالنسبة لأنه ياخد المواضيع نحن بهمنا أن يكون عم بعيش اختبارات يقدر يتفاعل مع الكلمة يقدر يكون عن جد عم بيصير عطريق أنه يكون شاهد لها الكلمة يتفاعل مع الكتاب المؤدس من بعد ما يكون قطعة بياخد فترة بيختبر يعني بيختل بيربه ريابي رياضة روحية يومين أو أقله جورني وبياخد الأراء أنه يوعد بده يوعد بده يوعد الله أنه يلتزم بأله من خلال الحركة الرسولية المريمية من خلال هالجماعة نحن مش همنا أنه نكون عم نلتزم بالحركة لأن الحركة همنا أنه نكون عم نلتزم بأله نكون عم نرتبط فيه بنكون هالقد متعلقين فيه مظرومين فيه من خلال هالجماعة اللي هي الحركة الرسولية المريمية متى أبرز وعده هالعضو بيرفقه كل العمر وكل سنة بيرجع بيجدد وعده كل سنة به هالاحتفال اللي كانت عم تقول عنه نايا كيف بتقيمه ليكون مستحق ليوصل لهذا الاحتفال يعني مرة كتير ننظر ونوعد بدنا نكون قطعنا مرحلة شو المرحلة التقييمية أو الاختبارات اللي بيقوم فيها هالإنسان أو من قبلكم كحركة في تاست معي ما فيه فحص ما فيه فحص بس فيه أنه لأنه فيه عرابين يعني نحنا كل فرقة يا بيكون نايب الرئيس أو بيختار حدا من الأعضاء اللي قدم بيسموه عراب هالعراب بيكون عم بيرفق هذا العضو المتتلمس بكل المرحلة يعني بيروح معه على المواضيع يلي بيكون محضرة المجلس المحلي بيسمع معه المواضيع بيرجع بيتفعله بيشوف إذا فيه عنده أسئلة معينة بحاجة أنه يضوية يروح يعني يترافق مع المرشد تحتالي يكون عم بيتابع هيدا الشي هيدا البرتية الروحية والتنشئوية والتلمزة البرتية التانية هي عايشوا بفرقته هيدا كمان نايب الرئيس هو عنده المسؤولية المباشرة بالاهتمام بالأعضاء فبيكون عم بيشوف كيف عم يتفعل هيدا العضو أنه ماشي الحال ملتزم كيف عم بيكون حتى برات الاجتماعات بهمنا بالرعية كيف عم بيكون اشتركوا بالأديس نهار الأحد بالرعية ملتزم مش ملتزم كيف عم يكونوا تصرفاته لأنه نحن بهمنا أنه نكون شهود ما بدنا أنه نكون هذا العضو صار عنده كتير معلومات وبيحكي كتير حلو بس فعليا سلوكيا يعني سلوكيا لا لأنه نحن بدنا نجدد كيف بدنا نجدد نظام الزمني بدنا بالسلوك مش بس بالحكاية يعني بيكون عمل رافق حتى لأنه وفي أعضاء بيوصلوا وأنه قبل الوعد بيقرروا هن والمسؤولين عنهم اللي كان العراب أو المرشد أو شي أنه لا نحن بعد مش جاهزين تحت المعود بيمدده بيمدده سنة تانية تحت المعود لأنه بهمنا أنه عن جد يكون فيه شهود نعم نحن اليوم نحكي عن النوعية وهمية هيدا الناحية بالحياة لأنه كمية بدنا نحكي مراتي من نقدر بكمياتي كبيرة بس نوعية بتبقى كتير قليلة جدا وما بتوصل لمطارح قدي اليوم من خلال كل شي عم بتقوموا فيه واللي عشتوا نايا صليك قدي بالحركة وإليكا قدي صلكم الحركة يعني أنا يمكن 23 سنة تقريبا أنا صليت 28 بسم الله اتنينكم نسنينكم وافرة وكافية اليوم تخليكن عن جد عم تشهدوا من اختبارات حية يعني عشتوا هالحيات وكنتوا قدام غيركن قديش بتشوفوا اليوم من الأعضاء الجدد عم بيتدرجوا على هيك على مراحل بقلب حركتكن وقدي اليوم انتوا بتساهموا كمانا بإيصال كتار يعني اليوم نحكي عائلة انتوا قديش انتوا يعني كعائلة العائلة كلها بتكون بالحركة أو لأ بيكونوا الأطفال بغير مطرح وانتوا بغير مطرح كيف بتصير هالشغلة جميلة الحركة هي عائلة هي عائلة بطبيعة وعائلة بيحضور الأفراد فيها لأنه أوقات بيكون فيه يعني كل البي والأم والأولاد مظبوط البي والأم والأولاد وأوقات بيكونوا شبيبة أوقات بيكون يمكن تاتا وجدوا بالحركة فهي بتضم الكل المجال مفتوح للكل يكونوا أكيد بس كل واحد حسب الفئة العمرية يلي بيكون فيها يعني احنا في عنا أكيد فرق البلغين من عمر 19 وطلوع في عنا فرق فرق أم الكنيسة يلي هني ما بيقدروا يلتزموا أسبوعيا لأنه احنا اجتمعاتنا أسبوعية وفي عنا فرق الشبيبة وفرق الفتيين والبراعم والورود كل واحد حسب عمره من عمر سبعة لكتير كبير في عنا أعضاء فمثلا أنا أنا ومدامتي وولادي بالحركة أنا ومدامتي بالفرقة البلغة وولادي بفرقة الورود لأنه عمرهم يعني عشرة واثناش لح تصيروا أكبر شوي فأكيد كل شخص عم بيعيش هيدا الشي كل باي أو أم عم بيعيشوا هيدا الشي قدام أولادهم هني اللي حيكونوا بلا ما ينتبهوا يكونوا عم يتعلقوا بها النمط العيش يلي بكونوا عم يعيشون بالعائلة وبيقولوا طب كيف باي أو أم عايش هيك هتا حتى لأنا كنا عم عيش مثلوا بيروحوا معنا على المخيمات الرسولية هيدا اللي بيميزكم يعني هيدا النشاط الأبرز بالنسبة لكم كحركة رسولية مريمية أكيد ما نحكي عنه بالتفاصيل وإضافة لنشاطات أخرى منقدر نضوي على هيدا الموضوع هلأ بما أنه الوقت عم يمرق وبدنا نلحق نحكي عن كل شي مظبوط نحنا اللي بيميزنا هي هالخاصية الرسولية وخاصة عم نحكي عن المخيمات الرسولية الحركة هي أول جماعة علمانية بلشت تعمل مخيمات رسولية من بعد المكرسين كان أنا عارف أنه المكرسين كانوا يعملوا هال مخيمات حكي شوي أبونا مالك عن هيدا الموضوع فهي خاصيتنا وهي حياتنا هالكلمة اللي مناخدها ومنتغذيها بأسبوعنا بكل أسبوع نحنا منطبقها بحياتنا اليومية وبلس منروح نعيشها كرسالة منروحها لمنطقة معينة أكيد بتكون كنيستنا هي بتبقى حضنتنا وبيبقى المطران هو كل شي منسقين معه وين لازم نكون عم نعمل هالرسالة بمناطق وضيع لحتى اللي نرجع نعمل هيدا التجديد الكل بيعرف ياسوع الهدف هونيك مثل ما أقول تتصيدوا ناس يعني بالمخيم يكون فيه بشر يعني اليوم ناس عن جد عم ينضموا لقلكم هلأ هي الهدف مش ينضموا لقلنا ناس هي الهدف إنه نرجع نعمل هيك الانعاش يعني بيبقى الشخص بتعرفي من وراء صعوبات الحياة وتحدياتها بيكون الناس بعدوا عن الكنيسة أو ولتهوا بكتير أمور أو ما بعرف شو منروح نحنا مثل كأنه هيدا إجا الصليب الأحمر يعمل الإنقاذ يعني عملية الإنقاذ الإنقاذ منعيش خبرة نحن وياهون وأكيد إذا نضم إخوة لقلنا أو تأسست فرق هيدا بيصير ثمار من بعد المخيم بس الهدف تبعنا نحنا إنه نروح نعيش كلمة الله مع هول الناس ونذكرهم إنه هن عندهم دعوة وعندهم رسالة مثلنا مثلهم إنه نعيش هالكامل قدي بيبقى المخيم على مدة كم يوم عشر تيام المخيم الرسولي عشر تيام آه بوقت طويل مش قليل بيبلش من الخميس للأحد اللي بعده لأنه بيكون فيه أول شيء ثلاث تيام رياضة روحية قبل ما ننطلق عند على الضياع بحاجة لرياضة روحية نكون عم نختاري خميس جمعة ثبت ونجعل أحد من روح على الضياع ومنبلش من الثانيين للجمعة بيكون فيه أعمال رسولية يعني فرصتكم من الشغل بتكون بالمخيم الرسولي كلكم هيك بتحسيوها أحلى فرصة مش كلمة ياللي بيقدر ياخد فرصتو أكيد مش ألزامي يكونوا الكل لا أكيد ما أنه ألزامي لأنه فيه أشخاص وأنا ضلتني لكتير سنين ما أقدر أخد فرصة من شغلي لمن يمكن شيء ست سنين لحتى اللي قدرت أول مرة أقدر أخد فرصة وطلعت على المخيم فمش الكل بيقدروا ياخدوا فرص بس بيقدر نحنا في عنا غير المخيم الرسولي فيه أسابيع رسولية وإيام رسولية بيكون عم نقوم فيها بالرعاية وبالمجاس المحلي هاي دي من قلب النشاطات اللي بتقوحها الحركة بس ياللي ما بيقدر يكون بهالمخيم الرسولي لأنه كمان المخيم الرسولي اعتبره نحنا أوقات منكون مئة وثمانين شخص مئة وخمسين شخص ما فينا نطلع كل العدد يطلع ألف شخص عم مخيم الرسولي يعني ف بدكون مكانة كتير كبيرة وبدنا ضيع أكتار تنقدر نكون عم نشتغل فيه ممكن ما هيك منكون أوقات عم نعمل مخيم رسولي هون نكون عم نعمل أسبوع رسولي هون أو ويك أند رسولي بغير منطقة وتحتين نكون عم نحقق على أي أساس بتختاره يعني المنطقة أو المكان أو بتكون الدعوة موجهة من قبل مثلا أبناء هالمنطقة أو راعة الأبراشية ها دي بتختلف كل مرة شي يعني أوقات منعمل بيكون في عنا دعوة من راعة الأبراشية أنه تعوه لأنه بيعرف الحركة تعوه كون عم تعملوا مخيم رسولي عندنا أو قاتم نكون نحنا لأنه في عنا لجنة في كتير اللي جايين بالمجلس العام في لجنة اسمها لجنة الرسالة والانتشار هي بتهتم بس بكيف نكون عم ننتشر وكيف عم نكون عم نقوم الرسالة نكون عم تدرس الوضع ونحط خطة تقريبا يا خمس سنين يا عشر سنين كيف نكون عم تمشي رسالتنا بها السنين اللي جاي بس نحط هالخطة منقول أنه نحنا هلأ بدنا نكون عم نشتغل مثلا بالشمال اشتغلنا أربع سنين بشرة ونتج من بعد هالأربع سنين لأنه أول سنة عملناها راعي الأبراشية رجع طلبنا أنه نكون عنده جعنا التانية سنة رجع طلبنا كمان أنه نكون عنده فضلينا أربع سنين ونتج عن هيدا الشيء تخلصت المنطقة يعني برمتع كل الرعاية صار عنا مجلس محلي في خمس فرق بشرة دي جا كنا قبل حركة رجعنا أسسنا هيدا المجلس المحلي فهيكي في خطة مكون نحنا حطينا لأنه هالمنطقة يا بحاجة لتنشيط رسولة يا بحاجة لأنه نحنا نقدر نجع نكون عم ننتشر نعم اليوم هيدا بتشجع كتار أنه يلتقوا فيكن يمكن السنة وين مخيكمكم السنة كمان بشمال رح يكون الحصة بشمال بالمبدأ بكرم سد يعني زرنا راعي الأبراشية واخدنا مباركته وحنكون بكرم سد والضيع اللي حوليها من يحافظهم كلهم بس بسبعل وسبعل وآآ وآآ تقريبا سبع مناطق آآ سبع مناطق ممكن يكون مزبور سبع رعاية آآ اليوم بدنا نحكي عن الافتتاح اليوبيل للسنة ونشاطات السنة اليوبيلية وكمان كم بدي أسأل عن النشاطات الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية اللي ممكن تقدموها كنا بأول حديث وبرمالك كنا عم نحكي عن هذا الموضوع اللي انتو بتعطوني التفاصيل لكمان اليوم هيكي نظرا للحاجة للملحة بالمجتمع وكيف عم بتتعاطم مع الناس عندكم مكاتب تقدروا تهتموا من خلالها نحنا ما عمنا مكاتب لأن نحنا منع حركة خيرية بس نحنا بكل شي بيخص الإنسان لأن الحركة هي خدمة لكل إنسان ولكل الإنسان فكل شي بيختص بالإنسان نحنا مكون عم نشتغل فيه أوقات مكون عم نضوي لغير جمعيات بيكون مثلا مثل كاريتاس أو غيرها بيكون عندهم هالاختصاص أو حالة نكون عم ندل هالأشخاص اللي عندهم أو نقللهم إنه في عنا هايدي الحاجة بس اكزامبل هلأ نحنا ما كنا نعملها بس هلأ عم نعملها بين بعد انفجار بيروت في فرق عنا ببيروت كان عندهم حاجات كبيرة يعني اتدمرت بيوتهم بحاجة لمطرح يمكن نستأجرلهم أو يروح لغير المطرح قدرنا نكون حدهم يعني إجينا من الحركة من برات لبنان كمان المغتربين المنتشرين بعطولنا مصاري ومن هون جمعنا مصاري من بعضنا تحت تالي قدرنا نكون حدهم بس هلأ فيه بروجير يعني عمنا فيه تقريبا صار له لحيصيره سنة هو اسمه اللي هو بيختص بالدوة لأنه فيه أعضاء من فرقنا وأهليهم يدفعوا حق الدواء أو شي ففكرنا بأنه هيدا حل كمان عم نتواصل مع أشخاص برات لبنان يكونوا عم يقدروا يبعطولنا لأدوية لأنه فيه منهم مش موجودين باللبنان كلنا عايشين بالبلد فهمنا أنه نكون حد الأشخاص بس ما عم ناخد نزيحا دورنا دورنا هو رسولة بنضلنا بالدور الرسولي بس بدنا وبدليلنا موجود أنه نحنا بنتعمل مع كل المنظمات تحت تالي نقدر نساعد الإنسان هادي نظرا للحاجة هلأ هادي تارعة يعني شغلة مش دايمة عندكم مظبوط مش دايمة بس نحنا إذا حالة حاجة بتصير نحنا منستعدين أنه نتدخل بس مع غير جمعية نايا برجال عندك نشاطات لهالسنة الاحتفال اليوبيل بيبلش الأحد بس ناشح زيران وفتتحته السنة اليوبيلية شو عندكم غير نشاطات على مدار السنة نحنا بالأساس نطلق التحضير من سنة تقريبا لليوبيل وبلشت اللي جان العمل يلي حكي عنهم خيالي في منهم لجنة التنشئة يلي هي عم تهتم بكل الأمور والمواضيع اللي بدأت تقطع خليها السنة دجا عملنا أول ثلاث مواضيع تحضيرية لليوبيل الحدث النهاري الأحد إذا ألرت رح يكون مشارك بحدود يمكن 600 ما بعرف بعد لا ما خلص بعد العد اللي بيقدروا على قدر من كل لبنان مزبوط من كل لبنان أكيد في كتير أخوة بيحبوا يكون موجودين بس بنعرف الظروف وبنعرف إنه كيف الوقت عم بيكون فإن شاء الله أكيد هيدا اللي قد بيكون مبارك فيه رح نكون عم ننطلق نجدد أمونا لنمشي هاي المسيرة اللي هي هالسنة كلها اللي رح تجي هي محطة وهي وقفة لقلنا تنرجع نشوف بالأساس شو أساس دعوتنا شو عملنا وشو عم نعمل هلأ وشو بدنا نعمل لقدام رح يكون في مواضيع على خلال كل السنة يعني نحن الفرق رح يكونوا كلهم عم يتنشأ وبذات الروح على ذات المستوى رح يكون فيها المواضيع عم ترفقنا ومطلوب من كل على صعيد مجلس محلي متى مطلوب من مجلس محلي أعمال رسولية تكون عم تنعمل رح تكون عم تنشغل يعني غير المخيم الرسولي العام فيه أسابيع رسولية رح تنعمل فيه أساس رح تنشغل على مستوى مجلس محلي عم نستوى فرق كمان نحن دجا بلشت كمان ينطلب إنه إذا بدك نفاعل عملنا رعاويا بسيارات رسولية نرجع ننعوش هيدا الشي وبلس إنه رح يكون فيه شغل على نحن كأفراد على صعيد شخصية مظبوط صلاتنا الشخصية لأنه بنا نرجع لأنه أوقات منلتهي بكتير أمور مننسى الأساس يعني مننعجق منصير مرتا فعله البدايات بلشت صلاة وتأمل أكتر ما هي الشي تاني هلأ أخذت غير طابع يعني صار الصلاة مقرون بالعمل تقدروا تكونوا عن جد اليوم حملين هالرسالة وشهود هني بدوا يكونوا مترافقين نحن عم نرجع نعمل هيدا الوقفة نرجع نذكر حالنا إنه نحن بدنا نعمل منعوزه نتنينون نينيتون بدنا نعوز كيف نلاقي حالنا فيهم وبسبب هيدا الشي نعمل نخلق هلأ كمان حتى جروبات لحتالي يكون فيه مرافقة يومية بالصلاة كل واحد منا هكي يرجع يعمل هيدا الوقفة ونرجع نتجدد لأنه بحيجة إنه نكون عم نتجدد نعم بدنا نختم الوقت عم بدهمنا عنا دايقتين من الوقت نختم معك بكلمة وكمان نايا نختم معك نحنا كل همنا إنه نكون عم نشهد لربنا فكتير منحب إنه كل حدا نلتقى فيه يكون عم نبين وجه ربنا فنحنا هيدا اللي حبين نكون عم نقولوا اليوم إنه بس تشوفونا تشوفوا المسيح يعني أكيد من أعمالنا ومن نحنا من شهدتنا ومن أقوالنا وبيكل شي ما يكون عم نتصرف فيه يلي بحب يكون عم بفوت على الحركة الرسولية مريمية موجودين بالرعاية شفون شفوا كيف عم بعيشوا شفوا كيف عم يشهدوا وإذا حبيتوا هيدا الشي وحبيتوا ربنا فوتوا والتزموا بربنا من خلال الحركة عيو أنا بدي أقول لهم شغلي الرب إجا وعامل جماعة والجماعة كتير مهمة وخاصة بالظروف الصعبة اليوم الجماعة هي مش بس هي عائلة وكلنا بحاجة لنكون ننضم لعائلة كنيستنا عائلة ما نضلنا بعيد الحياة صعبة ما فينا لحالنا نعبر بهيدا البحر الكتير هائج وخاصة هلأ ببلدنا فأنا بقل لهم بليز ارجعوا على الكنيسة ارجعوا على الجماعة لتزموا بجماعة لأنه تيكون تيكون في أخوة لقلكم سند لقلكم بمسيرة هذه الحياة ربي بارك ويعطيكم ألف عافية شكرا على حضوركم معي لليوم نايا فضل نصر شكرا إليك ميد وشكرا كمان لأبونا مالك اللي كان معنا المرشد العام وشكرا لقلكم أحبي إنا كنتوا معنا بهالوقت المباشر على أمل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا برفقتنا وتعرفتوا أكتر على الحركة الرسولية المريمية بسنة اليوبيل الخمسين لقلا وعقبال المية وخمسين كمان شكرا من جديد لمتابعتكم ولحضوركم ونقلكن إلى اللقاء بكرة بحلقة جديدة من إزاعة صوت المحبة ومن تليفزيون المحبة اشتركوا في القناة